بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجى وما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيتي وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علم تبسيط العلوم وبنأكد تبسيط العلوم يعني بنشرح الأمور بأمور بسيطة شوية بدون تفاصيل معقدة وخطوات طويلة بنتكلم النهاردة عن البكتيريا مقابة جرام والبكتيريا سيبة جرام سبق وتشارحها في فيديو سابق ضمن محاضرة يعني النهاردة بننكز على بس التفريق المبين أو التصنيف ما بين البكتيريا المقابة جرام والبكتيريا سيبة جرام الجرام بوستر بكتيريا والجرام نكتب بكتيريا مع حضرتهم علاء السعيد أستاذ دكتور علم التحالب بجامعة سكنرية ومعار حاليا إلى جامعة القسيم بنشوف مع بعض أول شريحة الدم ده خطوات سابقة بتاعت سابقة جرام خطوات بتاعتها وازاي بيحصل ده على مستوى المجهري على مستوى الجدار فأول خطوة لما بنسبت العينة بتاعت البكتيريا على الشريحة وبنسبخها بكريستال فيلوت اللي هو السابقة الأولانية أهي ناخد الألم الريزر يبقى قادي السابقة الأولى اللي هو كريستال فيلوت اللونها بنفسي اللي بيحصل إيه بقى في الجدار لو كبرنا كده شوية هنشوف مع بعض هنلاقي الجدار الأصفر ده اللي هو الغشاء البلازمي أو السيتو بلاسمي الممبرين وأدي السيلول بطبقاته المختلفة زي ما هنشوفه كمان شوية فبنلاقي هنا طبقة الببتيدو جليكان كبيرة جدا فبتاخد جزئات كبيرة كبيرة من السابقة وبتحفظها داخل البفراغات اللي بينها هنا لا في طبقة خارجية من الدهون وخلافه موجودة فوق الببتيدو جليكان اللي هي الطبقة الرؤية اللي بالشكل ده لكن اتخذت السابقة على كل الأحوال سواء هنا أو هنا احنا لسه ما نعرفش مين مجاومين سيب احنا هنشتغل وحنشوف بنيجي بعد كده بنثبت السابقة عن طريق الايودين فدي تثبتت هنا هنا ما حصلش ايه تأثير الايودين لان الببتيدو جليكان قليل جدا ويدوب كم كمية قليلة جدا من السابقة هي اللي موجودة في الجدار او في الببتيدو جليكان لما بنروح بقى بنخسر الجدار ده او بنعمل ووشنج او شطف او غسيل للجدار ده عن طريق الكحول اهو عن طريق الكحول هنا ما بيأثرش لانما كانت الزرات او الجزيئات بتاعت السابقة ثبتت في الببتيدو جليكان انما هنا الجدار اللي برا ده ضعيف جدا فبنطريق الووشنج عن طريق الكحول او الالكول بيبتدي ياخد مع زرات السابقة فبيصبح الجدار اللي عندي او اللي بيبتدو جليكان غير مسبوع يعني يقدر ياخد سابقة تانية ايوه لكن هنا ما يقدرش وبالتالي ما بيجي نحط السابقة التانية اللي هو السفرانين او السابقة الاحمر اللي موجود هنا مفيش مكان ان يخش السابقة خلاص هو السابقة انما هنا قبل ان هو ياخد السابقة التانية وبالتالي لما نيجي نبص كده يبقى جرام مجابة جرام لانها اخدت السابقة الاوانية وما سابتهاش هتفضلونها بنفسي اما سالبة جرام لا ما املتش السابقة دي خلتها وقدرت تسيبها مرة تانية نتيجة ضعف الجدار بتاعها ورقة طبقة اللي بيبتدو جليكان مما سمح بدخول السابقة المرة التانية نشوف مع بعض كده هنا ايه تركيب الجدار اهو ده تركيب الجدار بالتفصيل ده تخطيتي وهنا ده من تحت المايكروسكوب اللي هو السابقة بتاعتهم هنلاقي مجابة جرام الاصفر ده اللي هو السلممبرين او الغشاء البلازمي طبقة البيبتدو جليكان هنا كبيرة وخدت كل جزئيات السابقة كريستل بايلوت اما هنا طبقة رؤيائة جدا وبالتالي لما تغسل بالالكول كانت طبقة الخارجية قدرت تقبل الصبقة الجديدة اللي هو الصفانية الحامرة وبالتالي بيبننها بالشكل ده اللي هو اللون البمبي الفاتح لو كبرنا كده اهو هنا واضح جدا ادي جدار دي طبقة البيبتتوجلايكان في الحقيقة وهنا في الرأس نفس هنا طبقة رؤياء جدا وهنا طبقة الصفرانين متأسف طبقة الدهون الموجودة برا او الاوتر الممبرين الغشاء الخارجي اللي خاد جزيئات الصفرانين لو بصنا على التركيب كده للجدار اهو زي ما احنا شايفين ادي طبقة البيبتتوجلايكان الكبيرة هنا بصوا هنا طبقة الجدسيل والمتكاوي من ايه ببتتوجلايكان طبقة رؤياء خالص وفي اوتر الممبرين موجود للخارج طبعا ده الرشائب اللي موجود للداخل لو كبرنا شوية حنشوف الفرق بوضوع حين بصوا قد ايه طبقة البيبتتوجلايكان فبالتالي اما بتاخد جزيئات الكريستال فيروت او الصفغة الاولانية صعب انها تطلع مرة تانية هنا سهل انها تسيبها وعشان كده بتبقى لون افتح شوية وكل ده بيتصبر بالصفغة الحامرة اللي هي بتبقى لونها اللون البنك تحت الماكروسكوب ادي صورة من تحت الماكروسكوب للجرام بوستف بكتيريا اللي هي العصوية بتكون باللون البنفسيجي بالشكل ده اما الجرام بوستف بكتيريا اللي هي الكوكاي او المستديرة فبتبان بالشكل ده وبالتالي نقدر نفرق ما بين الاثنين لو نشوف بقى مع بعض الخطوات بتاعتنا كده ازاي بتحصل اهو طيب من اشهر الصبغات هي صبغة جرام وهي صبغة تفرخية بتفرق ما بين الجرام بوستف اللي هي اللونها البنفسيجي والصبغة التانية لما نشتغل بناخد عينة من الكالشر بتاع البكتيريا او مزرعة البكتيريا وبنحطها على الشريحة طيب وبعد كده بنعمل اي بيكون مدفناها شوية هناخد الشريحة بعد كده دي هنعمل فيها ايه بنسيبها لما تنشف وبتكون طبقة رفيعة جدا بالشكل ده كده بعد كده هنجاها نعمل ايه هنبتدي نروح مع بعض عشان نصبر هذه البكتيريا ونحط الصبغ الاولاني هنشوف الخطوات بتاعتها اهو اهو بنحطها على اللهب من بعيد خالص عشان نجففها بالشكل ده كده هنسبتناها طيارنا المية فاصبح البكتيريا هلية موجودة بنحط الصبغة بتاعت الكريستال فيلوت وبنسيبها اه الوقت من تلاتين لاربعين ثانية لغاية لما تنجف بعد كده بنعمل ووشنج بالشكل ده عشان لو في ايه سبغة زيادة بالنزل هي بتكون كده تحت كموسكوب اللي اتنين بيكونوا تسبغه سواء كانت السبغة الموجبة البكتيريا الموجبة او السالبة بعد كده بنحط كمية من اليود ليه عشان نسبت الصبغة تبقى ثابتة في الجدار ونعمل ووشنج او غسيل مرة تاني ليه غسيل عشان نشيل الايودين الزيادة واي سبغة موجودة زيادة ما زالوا الاتنين بنفس اللون بتاعه ما فيش اي مشكلة بعد كده بنحط ايه بنحط الكول او كحول عشان نحاول نشيل السبغة دي من الجدار بتاع خلايا البكتيريا اللي تسبغت فبتنزل لي كل السبغة دي بقى موجودة اللي هو الايثانول او الاسيتون ايا كان عشان نزل السبغات الزيادة ونحاول نشيل السبغة بتاع الكريستال بيروت من الجدار ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل اهو بنستمر كده لغاية لما احس انها بقت اللون هخفة خالص طيب هل الاتنين فقدوا اللون بتاعهم طبعا حنيعمل الوشنج مرة تانية بالشكل ده اه بعد كده بنعمل عشان لو فيه اي شيء حيتشال اهلا ما اجي افحص بقى بعد الخطوة دي اه حلاقي لا هنا بقى حلاقي ان فيه بكتيريا فضل زي ما هي باللوم بتاعها ما تشالش الكده دي التانية مش هشوفها او هشوفها خفيفة او فتحة خالص اللي هي وعشان نشوفها بوضوح بنعمل بقى الخطوة اللي بعد كده بنبتقي نحط الصبغة تانية اللي احنا عارفين صبغة هي صبغة مركبة صبغتين كريستال فيلوت الاولانية وادي صبغة الاي الصفرانين برضو من عشرين لتلاتين دقيقة وثم اعمل عشان 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 اشيل للصبغة الزيادة بالشكل ده ومجرد ان هو بتتجف واحصها مرة تانية الاقي الجرام بوستف باللون البنفسي والجرام نيجتف باللون البامبي الفاتح بالشرك ده كده وبكده ده اللي هو على مستوى الجدار ادي جزيئات الكريستال فيلوت اهي بتبتدي تخش وده الايودين الكريستال فيلوت بيخش في الاول بالشكل ده دي طبقة اللي بيبتدو جليكان والايودين بيخش بعد كده عشان ييسبتوا ده في الجرام بوستف بكتيريا طبقة الببتدو جليكان كبيرة وادي جزيئات بالشكل كده وادي اليوت دخل وراها عشان يسبتها بالشكل ده كده ادي الجرام نيجتف بكتيريا بقى هنا فيه طبقة رؤياء جدا في طبقات فوق منها بتنزل السبغة بنفس الطريقة خلاص وبالتالي سهل الإيثانول إنه يعمل للسبغة مرة تانية ويطلحها وكده عرفنا الفرق ما بين الجرام بوست البكتيريا والجرام نجد البكتيريا أو البكتيريا موجبة جرام والبكتيريا سالبة جرام إن كنت أحسنت فمن الله وإن كنت أسأت أو أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونلقاكم على خير في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات تبسيط العلوم أترككم في رعاية الله وأمانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته